مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم سوف نكتشف طريقة يلغاء يعني البطاقة البنكية من خلال الشراك يعني الاكس بوكس جيمباكس. كمشو الاكاونت دات ميكروسوفت دات كوم. وكان عملو جيغي باش نحيدو يعني التجديد الاوتوماتيكي في البطاقة البنكية ديانا او بايبال. حيث كما كتعرفو انه عند شراء يعني اه اه اشتراك ضروري كعمل البطاقة البنكية او البيبال. واحنا الان سوف نلغي يعني 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 باش ميقدروش يجدونيناهما بشكل اوتوماتيكي. حيث اثناء يعني اشتراك في سواء العادي او يتموا التجديد بشكل اوتوماتيكي. والناس كثيرا يعني ما يعرفوش هذه القضية وكي نساو يعني التجديد. وغان نشيو تاني يعني يعني ونشيو باش يعني نلغيو الحساب او البطاقة البنكية. كما كتشوفو نفس هي رات قريبا نفس الطريقة ما كنشي اختلاف لك اندرنا البطاقة كندروا لا بحال بحال. ما كنش شي اختلاف. الان يعني يمكننا يعني اه الاستمتاع بالاشتراك بدون اي مشاكل. باش نقدروا نتأكدوا نعودوا نرجعوا يعني الرابط يعني مباشرة مني كنحلو يعني الحساب دي دينا كما كتشوفوها يطلعت هنا بلي اكتيفة لفاكتوراسيون بيريوديك يعني انها اه تم يلغاؤوها. وهنا الى بغينا نعودو نجدوها من جديد. احنا نخليوا بحالك كما كتشوفو. ومشو الاوبسيون دي بايما اي فاكتوراسيون اوبسيون دي بايما. هنا باش نتأكدوا ان هالبطاقة البنكية او البايبال دينا بلي را قعماء موجود. المهم يعني اه باش تفادوا التجديد الاوتوماتيكي اللي كيكون مرتفع تامن. وللاشارة الاخوان انا كنبيع يعني اه اه الاشتراكات يعني تاع الجيمباس العادي وايضا الجيمباس وكان بيع فيه يعني شهرين ديال بربعين درهم يعني اربعة دولار تقريبا وبالنسبة الجيمباس العادي ثلاث اشهر كان بيعو بثلاثين درهم. مرحبا بكم.